التلفزيون العربي وحماس تقول إن تأكيد أو نفي استشهاده أي من قيادات القسام هو شأن داخلي لكن السؤال المطروح في منصات التواصل الاجتماعي خلال ساعات الماضية مشاهدين هو هل نجحت إسرائيل كما تزعم في محاولتها الثامنة لاغتيال من تلقبه بصاحب الأرواح التسعة أو رجل الموت أم أن الإعلان الجديد يضاف إلى لائحة الفشل بعد سبع محاولات فاشلة سابقة جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهدين يزعم في بياناته أنه تأكد استخباراتيا من اغتياله قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في هجوم جوي نفذه في الثالث عشر من الشهر الماضي على منطقة المواصل بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة في التفاصيل يشرح جيش الاحتلال أن اغتيال محمد الضيف تم في عملية مشتركة للجيش وفي هذا الأمن العام الشابك حين غار طائرة حربية على منطقة خان يونس ليتأكد الآن استخباراتيا لهم أن الغارة أسفرت عن استشهاد محمد الضيف ورفع سلام قائد لواء خان يونس من حماس وزير الأمن الإسرائيلي آف جالنت من جهته نشر هذه الصورة التي يشير فيها إلى وضع علامة على صورة الضيف واعتبر أن مقتل الضيف يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حركة حماس وتحقيق أهداف الحرب على أغزة المزاعم الإسرائيلية المشاهدين لم تجد تأكيدا من حماس التي اعتبرت على لسان القيادي في الحركة عزة الرشق أن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام هو شأن قيادة القسام أو قيادة الحركة وما لم تعلن أي منهما فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الأعلام أو من قبل أي أطراف أخرى لكن سبق لحركة حماس ونفت في بيان استهداف قيادات تابعة لها في منطقة المواصل واعتبرت ذلك ادعاءات إسرائيلية كاذبة للتغطية على المجزرة المروعة المجزرة التي أشارت إليها حركة حماس مشاهدين حينها تسبب بها قصف جوي إسرائيلي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصل غرب مدينة خانيونس في الثالث عشر من الشهر الماضي وأدت لاستشهاد تسعين فلسطينيين وإصابة ثلاثمائة آخرين بينهم العشرات من الأطفال والنساء وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة بغزة في حيله سواء صح الخبر مشاهدين أو ضم إلى لائحة عمليات الاغتيال الفاشلة التي موني بها الجيش الإسرائيلي كلما اعتقد أنه تخلص من كبوس الضيف فإنه يبقى في الذهنية الإسرائيلية الرجل الذي أعلن وخطط لضرب إسرائيل كما لم يحصل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي من قبل فالضيف تعرض لسبع محاولات اغتيال نفذت في أعوام 2001 و2002 و2003 و2006 و2014 وعام 2021 عندما حاولت إسرائيل اغتياله مرتين حينها وخلال عام 2014 نجح الاحتلال في قتل زوجته وابنه الطفل في غارة استهدفتهم في منزل بحي الشيخ رضوان شمال أغرب مدينة غزة في السابع من أكتوبر مشاهدين ظهر الضيف في تسجيل صوتي معلنا انطلاق معركة طفان الأقصى وشرح تفاصيلها وأسبابها ودع الفلسطينيين في الداخل والخارج إلى الانخراط فيها بشكل قوي وفعال من أجل تحرير المسجد الأقصى وحتى قبل معركة طفان الأقصى كان الاحتلال يروج لفكرة أن الضيف مقعد إلا أن الصور التي نشرها جيش الاحتلال في خضم الحرب على غزة مشاهدين أشارت إلى تمتعه بصحة جيدة وقدرته على الحركة ولم تظهر سوى إصابته في عينه اليمنى على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كبير مع إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف الباحث محمود سالم الجندي يكتب مشاهدين هذا الأعلان لا أساس له من الصحة وإنما جزء من السياسة الجديدة التي بدأ يتبعها العدو من افتعال انتصارات تؤثر نفسيا في الناس الهدف ضربات معنوية شرطها أن تكون لأسماء معروفة لتصل إلى كل بيت من أجل هزيمتكم نفسيا الصحفي سمير العركي يرى بدوره أن إعادة تأكيد الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل الضيف هو جزء من الحملة الإعلامية الضاغطة على المقاومة وحاضنتها الشعبية سواء في القطاع أو في العالمين العربي والإسلامي ويضيف اختارت إسرائيل إعادة تأكيد عاقب اغتيالي الشكر وهنية وكلاهما لم يدفن بعض لدفع معسكر المقاومة إلى اليأس والتفتير جديا في خيار الاستسلام أما عادل الجابري مشاهدين فيكتب خبر كابب حتى وإن استشهد سيأتي رجل آخر أشد منه قصوة في مقارعة التلفزيون العربي